بأخبار ممثل الجزائر في كاسيلكونفيدرالية الأفريقية حيث أجرى اتحاد والجزائر أمس الجمعة أول حصة تدريبية تحسبا لذهاب نهائي المنافسة أمام يونغ أفريكانز وشهدت الحصة التدريبية تواجد كامل تعداد اليسمى كما قام سفير والجزائر بطنزان أحمد جلال بزيارة وفد فريق سستارة خلال التدريبات التي أجراها بملعب جيم كانا بدار السلامة كما ألقى سفير أحمد جلال كلمة تشجيعية لزملاء محيوس قبل الموعد الألهام الذي سينشطه اتحاد العاصمة أمام المستضيف في يونغ أفريكانز غدا الأحد